اشتركوا في القناة 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 اتسامة على شفتين مريد كان الجميع يعتقدون انه لن يعيش الى الصباح فذهب لزيارته عشرة من الاعضاء وفي يد كل واحد باقي من البرسين وتطلق الجمعية على اعضائها اسماء تفاضلية حرحور وجحشون وحامل الجيم ثم الوصول الى اعلى مرتبة في الجمعية وهي بردعة وراحوا لعندها اللي عم بيموت ونافقوا هالقدة ومصاري كل واحد حامل هيك ومعمل حاله حمار والتاني بسينة وديك يكلب وديك يحمل وجل عنده بهالابتسام اللي ابتسمه عاش ولبسوه بردعة حزب الحمير في كتير مثله مباح منه بأميركا باتش أدامس بيلبس كلاونه بيلبس حمار وهو من أشهر الأطباء ومعه حواله ألف طبيب وجراح وعامل بهالعل أنا بطبخ خوني بفط على المطبخ ومرة في الست آلت أنا بحب موت ببركي كلها مع كارونه قلت أنا إن شاء الله ما أطلع علي الطبخ طلع نهارة دوري أنا طبخت مع كارونه ببركي كبيرة خلينيها تنزل على البركي وتموت هي وعم تاكل مع كارونه يا راتي عنا حمير كتير بس أنا بقلكم نلقات واحده أكيد منه واحده وخبرني نكتل لهم طالفا طيق اللي قال لي ليكين فتحوا مدرسة إلى الأيتام إجوا كل الأيتام والتاني يوم طلبوا يعقون في اجتماع مع الأهالي وين هالمدرسة فتحوها قال لي بحمص ليش حمص ليش منتضحك على الحمصة وعلى الأرمني وهي لأنه كل واحد منا بيفهم أنه النكتة موجودة فيي بيكون قوي سو بيلاقوا أقوى واحد من بسوريا الحمصة بيكبوا عليه هو الإنان بيرموا فيه بشرق الأقصى بودا بيرموا عليه كل نكت الحمير والهبل والمساطيد صار في كتير بيقولوا أنا من بودا أنا من البودي تري وبكون مش عوني بس أنه كبوا علي زبلتكم ممسحة ممسحة حزب الحمير حزب ضروري كتير بس مش عم بقصد الحمير اللي بيحكوا السياسة وبيحكوا هيك واللي موجودين لا واحد راح على أبرص قال له شفت لي شي حمارة ونيكة مثل الإنسان قال له لا بس ناس مثل الحمير شفت كتير في ناس مثل الحمير وفي حمير مثل الناس المعنى صار موجود بالقلب بأميركا عملنا جمعية صغيرة بنسميه دانكي منكي حمار وصعدين بيهتموا في منهم هلأ بلبنان بيهتموا بالحيوانات المعاق المتخلفة بيعطوك حيوان وبتأكدوا أنك ما عم تظلموا وهالكلب مش عم تقسي بدك تنقي كتير ناس عندها رحملة الحيوان المعاق ما عندهم رحملة إنسان منه معاق كي بد يكون عندها رحملة حيوان معاق ولكن في ناس بنهتم فيهم يلي عم بيموتوا إذا مستعدين اتصلوا فيي على الإيميل بالإنترنت لقوا طريقة مرحة ترقم تليفون حتى نهتم بلي عم بيموت بالمستشفى ما في حدا حده بدار العجزة ببيته بس هيك نروح لعنده مرة بالشهر إنت مرة أنا مرة فلين مرة فلين بنعمل فيه طريقة بسيطة ومهضومة كتير وما بتتكلف أبدا ماديا بالعكس بتربح معنويا كتير وهالأول معنوية بتخلي المال يركض وراك ما بتعرف منين تجيك الرزقة ما بتعرف تجي على البيت اللي أحد رحطت لك مرة كنت بحاجة لحزي صدقوني يعني بكذب الكويات مدروين شلحتوا بالمطار لقيت حالي رح أضحق كتير فيه صبون حطيط هالأ بس وصل على البيت ولبسي كلسيت وبمشي حافية كتير ومعودة وبرتاح أكتر حافية طلب وصل على البيت وتاني يوم روح على من خير الله وخير كن موجود وصلت لقيت فيه حزي على البيت بإياس إجري ومتل ما بد تاني يوم حكيني قلت له قلت له ما بعرف كنت أنا أمرت قلت له بقى نشتري هيلة مريم ما تلقى شب تعرفك إياس مريم قال له ناخد لها هاي دي من أسرار علم النور وافت تعرف كيف بتصير مين بيت فش مين كيف بتوصل بتصير كتير بتفكر بين ياس فإذا الحمير عندن هالوعي بسمه ضمير المصير ومصير الضمير الحمار قد ما لبسته جلال بيضل الحمار ما بده يصير فرص لو لبسته جلال من دهب هو بده يضل الحمار وبده يضل وشهني سيعة اللي هو بده وشهني كل الحيوانات الطبيعية إلا اللي عايشي مع الإنسان بطلي الطبيعية تحب أشكره بريطانيا وهالشاب العرب اللي ما حب يذكر اسمه في واحد بريطانيا مريض مرض صعب كتير وإيزه تعرفوا قديما بالستينيات مش متل اليوم كانوا نلعليهم بالصبي وشفي بواسطة المقرب يتيجوا تغيير الأكل ابنه مري قال لا في رسالة باية ما عملها ودي عملها أنا صار يروح على المداريس ويقلوا نغيروا أكلكم شو يروح على المستشفيات شيلو أه أجا واحد عربي قالوا ليه أنا من العراق ونحنا عنا دين بيقول عن هالكلمة قالوا قلوا شو بيقول أه أجا واحد قالوا نحنا كمين أنا من سوريا وعنا هيا في كتير عرب هوني صار يتعلم من كل الناس وصار يجو معه ويساعده أخدت الدولة أرار الحكومة تقرر تعميم الغذاء الصحي بالمدارس المستشفيات المستوصفات وتقول بالبيوت ببريطان اثنان اللي بلش وثلاثة أربعة خمسة ما فيني ألكم واستطاع عجمي التغلب على العديد من المعوقات ومنها ارتفاع كلفة الوجب من سبعة وثلاثين بنس إلى خمسين قالوا له غالي الأكل عندك صارت الناس تلم من بعضها مصريات وقالوا له نحنا منعطيك نزل الأسعار وبعدين يقول له ناس غلي الأسعار لأنه ما بعم نشتري أدوية غلي الأسعار لأنه أولادنا عم تقوى بالطاقة بالنورة مش بالنار وبلشت هالمدارس تقول ايه من ويفك جيب وحطوا عنا مأكلات شيلوا هيدا لكيوسكو حطوا غيرها فإذا نحنا منطلوب أنه الأميات والبيات نحنا كرموا المزارع في بلبنان مزارعين يروحوا على سوق الطيب أنا ما عم بقلكم كل سوق الطيب طيب أنتو بتتعلموا الأبيض والأسود بتشوفوا وين الأبيض وين الأسود بس ببيت السلام ما فيني أقلكم لأنه نحنا وقحين إذا أنا نقصني شوية وقيحة بزيدون عباس إذا وعباس ما منقبل ليكم مأكلاتنا إذا بقلكم مين عم بيعمل هالعجينة وكيف ما بتصدقوا لازم تجوا وتتفرجوا عنا مين اللي بيشتغل مين بيعمل هالحلويات ميني المرة اللي عم تشتغلون ولاش وكيف وين بيروح رضحون فإذا عندنا المأكلات موجودة بتتعلم أنت ببيتك في بلد اسمها باتلون غادة من الباتلون منشوف بتعمل مهلبية وتعمل هكي حلويات مثل المغلة ما حدا بيصدق إنه ما فيها سكر فيها دبس ليش التمر مش حلو فإذا بدنا نعمل ثورة وهي ثورة الحمير هالثورة من الداخل وينوها الكتاب الثورة هاي الثورة إذا بنشتري مليون كتاب حقوا بيروح إلى بيت الحق بصير نعمل بيت الحق مثل ما فيها لا بسوريا بدنا نساندهم قد ما بنقدر حطوا الخفاية أنا قلت لهم الخفاية لسوريا كل حق هالخفاية بيروح لسوريا أنا بشكر الستات اللي أجوا على ليبيا بمعرض الكتاب وحتي حطط لي بيجاب تاب فلس الأرم اللي قلت لي ليش قلت لي لأنه أنا شفيت بس سمعتك على التليفزيون ومن الجزائر أنا بشكرك كتير قلت لي هو كبير بعدتوا لي إياهم دايماً عندنا حساب بالبنك فتحوا مريم نور أونلاين وشوفوا الحق بيوصل للحق وبعتوا دايماً بيصال للحق بيت الحق بيحاجة إلنا بس بدنا حق بدنا نحنا نتغير بدنا نحنا نصير وعي الميل منك بيحاجة لميل بيحاجة لوعي ولعقد هو بيجي أنت الفيرس أنت مش فرس بس تكون فيرس الرزقه وراك تعرف تطلب قطل بتعرف تطلب بتنتليل جايب كيف اغتنوا أغنياء أمريكا بلا بيترول بلا هي من العقل عملوا موقع على التلفزيون التلفونات والتلفزيونت اشتغلوا بطاقة النور لك شوفي عنا طاقات بقلبك أنت من نور على نور كلنا من نور الله فإذا بدل ما أقول أشهدوا أشهدوا هي على الجهاد صار قالوا لجحاد كتير مهضومين الإنسان اللي عنده حرية التعبير لأنه موجودة ما في إنسان كامل ولا رئيس ولا ملك ولا رجل دين ولا طبيب ولا عالم كلنا عنا نقص أنا كاملة بنقص وصادقة بكذبة كل واحدة بس منتعلم من غلطتنا ومن غلطات كل الناس فإذا قريبا حزب الحمير إن شاء الله الرئيس موجود والأعضاء مثلنا ويكون عنا حزب حقيقة قانوني بس كي بد يكون القانون من القانون الداخلي في ست في كتار مثلا بس بأمريكا بتاخد ألوف الدولارات حتى تحط إيدة عليك وتعمل شي اسمه holistic pulse أنا بعرف ست يلي هي كمان أستاذة مهمة واتنينهم درسوا أصلا لبناني وبتحكي عربي وفرنسي وإنجليزي بإستراليا بتطلبها وبتجي أيدوا أسميكم على بيت السلام وبتاخد عندك 10,000 دولار بتاخد 100 دولار بتقعد معك نص سيعة شو هو holistic pulse holistic pulse pulse يعني نظر بتاخد 12 أنباط كما أنا بيخد أنباطكم بستجوا بتشوف أي نباط مش عم بيمشي 12 مسار بجسمك وتحط إيدة عليك مرة وحدة وبتمشي المسارات بيمشي تمشي الطاقة بتشيل الحجار من قدام النهر عندها هالكرامة وبتدرسها أيدوا أسميكم إذا بيجي كمية من الناس نقدر نحط المصروف ريموندا بتجي كتار من كون بيقولوا لي يغيش هال هو المسيح يغيش ببيت السلام عنده هاللمسة وبعلمها كلنا عنها كلنا عنها كرامات الله فينا بس في واحد أكتر من التين اكتشفه أكتر حبه أكتر هيدا عنده كرامة بالصوت هيدا بحركة إيده هيدا بالكلمة هيدا بالنغمة هيدا باللحن هيدا بالدفن حط إيده عليك آخر شي كلنا سابقين بعضنا أو لحقين بعضنا ربي حط كرامات وحتى بأضعف الناس ما فيك تعرف مين عنده فإذا أكيد بس واحد يحط إيده عليه دخيلك شاهدة يا مريم كلنا عنها طريقة ولكن الحقيقة هي من الله أنت بتاخده عبر النفس هيدا عبر اللمس هيدا من الصورة هيدا من الدعاء هيدا بيروح بزور مقام بحط إيده على الحجر بإيمان قال لإيمانك شفاك فإذا نحن بحاجة إننا نستضيف علماء يكونوا من أصلنا من أصل عربي من بلادنا مما يليك بتروح على أمريكا بتتبع 40 ألف دولار حتى تحضر أسبوع وجيت لعن مريم نور بيت السلام قلت اللي هون أقوى صحتين عقل بعطي 40 ألف دولار لأمريكا ثلاث كتب بين إيدي كتير مهمين رح أختصر لكون واحد عم بيحكي وبيقول وهيدا إن شاء الله يطلع رئيس جمهورية بأمريكا كوسينيتش كتير مهم بيقول ما في سلام بالعالم إلا ما أمريكا تغيد الزراعة وتغير المأكلات وتغير التصدير والتوريد كل الأكل ملوس انتبهوا لما تستورده هلأ عم بيلوسوا الحيوانات البطير مثل النحل والفراشات حتى تلوس الأشياء البعيدة وبيرشوا وبيغيروا بالجينات The teachings of Micho Kushi هيدا ممنوع حتى بأمريكا يتعلم عندي أكتر كتبه أنا عشت ببيت وثلاثين سنة وبعرف كتير أسرار من البيت وحطة بقلبي وأنا حاضرة كنت وخبرتكن اختارني بين نص مليون وبعدين غربة لعشرين ألف وقال لي أنت لبيت تفتي على البيت الحل كتب عندنا ما بينبيع وما تطلبوا ينبيع أنا وعدتوا أنه ما نبيع ولكن بتجوا وبتتعلموهم وبقولهم كل نهار سبت نعم فيهم أسرار كبيرة ما فيكن مثل هون بقتل بقول المسيح أنتم ملح والأرض بقتل بقول الإمام علي بدأ بالملح وتختم بالملح بيشرح هذا عالم كبير ميتشو عالم وميتشو عنده أسرار كتير صاحب أسرار وصاحب علم منه بسيط بدك تدرس وبدك تقرأ شو بيعمل الملح فيك كيف بيوصلك 70% بالبحر كلنا 70% ما يميل حم رح أحكي عن هالعالم وهالطبيب بحبركم هيك نكت صارت معي في جدي أنا بحب كتير المردكوش بس روح لعندل ببيع خضرة عنده ثلاثة أخذهم كل يوم يقلي هولي أنا بجيب لك يون خصوصي هيدا ما بيطلع بالسعودية بعدين في واحد قال لي لاك ستنا هيدا بيطلع بالسعودية قلت له منان أنا تعلمين من لبنان هيدكون الزعبرة قال لي لا بس هو ما بيزرعهم هو بيجيبهم من مزيرع وهيدا المزيرع بيجيبهم وبيشوفك انت عم تخديهم ما بيطلع عنده إلا قليل بس في كتير ناس بيطلع عنده المردكوش وليلو ندوش هالمردكوش هو من عيلة الزعتر عيلة الزعتر عيلة كبيرة كتير أو عيلة الرحان عيلة للرئة والمصران بتشوفوه بيحطوه على المقابر لأنه عطرة بيوصل للصوت إلا سر كبير الرحان شو بتعملوا كل بيت على البلكون ازرعوا نوع اثنين ثلاثة من الرحان ما تشتروا هيدا زيت فيكن تشتروا أي وجع مفاصل ضهر كتافة أولادنا يلي بيعملوا التك بتشوفوه الركبة وقت أرترايتس كل المفاصل بتشوفوه نقعدين عم بيعملوا هاي عم بيعلكو دخلكم لبقتعلكم ما فيني شوف حدا عم بيعلك لأني بعد مش عم بصير بالبنكرياس شفت الصورة فإزاني كون في ريحان شبت عملك يا بس تشوفي غليه ماء قصي بتغلي تفي تحطي ريحان شربوك لكم وإزا عندك إمكانيات تشتري زيت ريحان اشتري إزا عندك إمكانيات تعملي منه تقطير عملي أو تشتري بس يجي لعنا ضيوف حط وصئيد ناس الريحان بشيل السحر والحسد وهيك لأ ما بدنا نقول بس بيعمل إشا كتير قديمة كان واحد بس يفوت عالبيت يحطيه عالحبقه ويزور وهو طالع ليه بتسحب شو هو السحر والحسد هو طاقة عكسية الكلب بيحطه شو خلوك ليبكم برا لبسيني بتشيله ليش عالحبسة الرمع عالحبسة كلب فإزن بدي أفهم بعلم الطاقة علم الطواف طوف وشوف شو بتشوف ما فيك تحكي كل واحد مننا ما تحطوا أعزار دخيلكم ستنا أنا ما في نين لأنه مش عايشة عندي جنينين الحبق بيعيش بالبيت وعبلكم كلنا عنا الإمكانيين كلنا أغنيين وكلنا فقراء بالله يلي عنده بحر كل الأعشاب البحرية حطوا شوية بالبيت بتقولوا هاي أول مرة بشم أعشاب بحر مقلة زنخة أول مرة هاي من ليبيا انتبهوا يا ليبيا وخينا معمار هاي أكبر سروة بأفريقيا للعالم هاي حطوا شوية بالبيت وكلنا تفيرش على يا ميت زمزم اللي عنده أو أنت صلي ورقيه وحطيه وفركوا جسمكم فيها ويلي ما عنده أولاد حطيه على بطنك وربطيه ونايمي على السر بتغير بس تحطوها بتصير القواف عندك هايك جوا أنواعي كتيري موجودة وما إلا زنخلي أول مرة معنيتو البعد ما في مجرير عندكو بعد منو وصيخ وقالوا لي شرط كون كتير كبير فإزن المرض موجود بكل أرض وبكل عرض المرض بيبتدي من أول مقام ما منحس فيه من هون علم الفراسة شوف أوقات ناس بلو عندك بالقلب عندك هايك عندك هايك حقيقة بس المكانة ما فيها تشوفها إنت بتشوفوها بتلاقي قعد على السيارة عم بيسوق مين نيم ماء رعطيكم إشارة عن القلب كل واحد بتلاقيه هون عنده مورمين ومشقوق هيك هالشيء هون عنده بالقلب لو فحصتوا لا خدوا الأنباء بتلاقيونه بكل أل قلبه مصران رفيع فراسة المؤمن كتبوا قد ما فيكن عن الرازي وابن سينة هن الملوك بهالعلم اليابان ما دونوا علم الفراسة تركوا من جيل لجيل بالتسلسل ولكن ما بيظل في حكماء وعلماء اللي دونوا علم الفراسة بأمر من الحبيب على زمن سلمان الفيرس وقت اللي شايف قالوا يا أنت الرسول والنبي أو أنا علمي غلطان قالوا لا علمك حقيقة من دعسة اجري راي بالبحيرة بس اطلع بال الغيوم قالوا مين معك قالوا ولا صغير قالوا جيبه انتبه له من اليهود انتبه شو راح يصير ناطرينه كلنا كان في خبر مسبق عنه علماء الفرس وقت اللي خلق المسيح الفرس اجو من ايران من بلاد فرس المجوس عرفوه اللي حقوله النجمة بالمغارة مميز هو مع الحيوانات عنده رحمة اكتر منه فاذا ان العلم مهم يا امي تقرأ حطوا كتب ما تسألوا السؤال بالسائل الجواب بالسؤال ما بقى عنا عذر الكتب موجودة باللغة العربية كل الكتب اللي ترجمتن الالبرينت رون كلن النضج الفهم الشجاعة اللي بتكون يه الحدث الابداع رون بس تقرأ عن الابداع مقدمة وحدة بتفتح الابداع بتصيروا بحق ما باد تكون ورق او الام انت الورق او انت الالم وانت القلم وانت الالم وانت العلم وفيك انطول العالم الاكبر بس بدنا جميع ما بصد انت رايحة على سورية تشوف بيت الحق قالولي اتراشنا وخلصنا اجيكن حصيرة من ليبيا وحصيرة من تونس هن يختاروا يعيشوا هيك مش من الفقر لا كل واحد بلقي طريقة يختار صندوقه وانا هيك عشت بامريكا 30 سنين صندوقه فيها تييبي وصندوقه فيها كتب وفرشي وكنت تعيش باغنى لبيوت ووين ما جيت حتى لما نجي ع السعودية وكان اصر الملك فيصل ولا اصر ولا فلي يخد قوضة وبيقول له مشكركم كيف تقبلتوني قالولي انت فرطت حالك علينا الفرد بتيجي فريضة إذا انت عندك عرض بيحترموا العلم وبيحترموا العالم ولكن للأسف بأمة العرب ما في احترام مادة للعلم والعالم بالغرب ما بقدر لكم خبرتكن اول يوم رحتل عند ارتر ويعرفو منه عنده السرطان بالبرستات ومريض وكتير علوم ما في إلا جيب مريان اول يوم عطاني خمس دولارات على الساعة بس هيدا مركز منعيش فيه ثاني يوم خمس عشرين ثالث يوم خمسمائة دولار بابع يوم قال ليش عملت فيه قلت له خدني على المستشفى مستشفى مهم كتير صار يقولولي كيف بدنا نعمل متل ما قلته هيدا حقق خمس ملايين هيدا حقق عشرين مليون هيدا بعد خمسين سنة امريكا بتحكي بهالعلم يا مريان بس هلا بدنا نطلع الموال اللي نحن حاطينا بالمستشفيات شو منعمل منجيب العرب منكبز بالي عند العرب واغنياء العرب بتجي بتتحكم عندنا وبتتعلم ومنعطيهم النفايات ومناخد منهم الايات نعم امة الوسط عندها الحكمة وعندها العلم الحكمة والعلم وعندها الابعاد امة الوسط له السبب البوصلية اللي هي مكة المكرمة بنص فيك نطول عالم الاكبر بدنا العلم بدنا نقرأ بدنا نجع على بيت السلام وبتأسف لكم بكل العالم العربي ما حدا يصدق مريم نور عم بتعلم مريم نور عندها مصح مريم نور عندها اسطونات وعندها هيك هيدا كله كذب باسم مريم نور وما بدي اتشكع حدا بدي اقول كلمة وحدي حسب الله هو نعمة الوكيل في واحد هيك بقلبي عتب اخ واخت دعيت عليه دعوة ما بقدر الكون شو صار في ما فيني خبر قلت انا ليه صار في هيك انتبهت انه دعوة المظلوم انتبهوا من ازلي وليا ادانته بالحرب قريبا رح يكون على بيت الحق كتاب من النكاح الى الجناح هالكتاب بتسحبوا انتو وبتقروا وفي حساب بانك بتبعتوا لو بعدتوا دولار بعدت ريال ودينار بيكون من قلبك فلسل ارملة ما تسكروا بواب العلم باماركا بياخدوا كتاب ما فيه نقلكم شو بيعملو وشفت فيه ناس بالعالم العربي لو واحد بالمليون عنده هالاحترام اذا على كل الف شخص بدنا شخص واحد من الف بتكون الطاقة قوية بس هلأ واحد من مليون اذا بقلكم كم واحد بلبنان عم بيفهم علي كتير ليه ما بدي فهم بدي اعلى المستوى استوى وانطوى ما بدي واحد تكون حدي حتى نلحق اللي قدامنا ما بدي اللي ورا ما فيني انطور يمين يسار ونمشي بها المسار وقال له ما في صغار وما في كبار الصغار اني ان لم تعودوا كالاطفال والكبار اصحاب الحكمة والبرهان ما عندن ولا برنامج على اي وسيلة اعلامية ما بتشوف حتى كبير عم بيعدم اخبار لازم بيعدم اخباري عم تحكي انفجار هول بقدنوا الاخبار انا بشكر فيك سيت اسمها دايما بشكرك من قلبي بس تحبت الاخبار انت بس بتطلع فيك ما بسمع الاخبار شو اسمها رانا 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 جاي بس تقدم اخبار هالبنت ما عنده شي اللي بتعرفو كتير مني ايدي على هالشاشة بكل تهزيب واحترا جاي تقدم الاخبار وتروع بيته عم بتحس فيه بعتوى حرية تتحرك اكتر لما عم تحكي عن انفجار عم بتحس فيه بتنعلق لي للاخبار او البقدموا برامج ما يكونوا عم بقدمون بتأصف لكم اذا معي شوية وقت عملت اسئلة كوستشناير على الانترنت عندي ايميل ما بدي اسميكم ولا من اي بلد ولكن خمسمية بنت بتشتغل بالاعلام سألتها بس كم سؤال تكوني تحت الخمسة وثلاثين وكم سؤال من الخمسمية اربعمية واثناش بعلاقة مع اصحاب الشركات مزوجين وعندنه ولاد هيك طلبت والسبب ما بنشتغل اذا ما كنا هيك فرشي وشاشي عملت كمان سؤال اللي بيسمون عاهرات وزانيات ومدرشو وطلبوا انه نفتح شركة ومؤسسة وراح تكونوا ببيتي وبقلبي اهلا وسهلا فيكم اتصلوا فيي وتعوا نعمل عمل تاني عمل يكون فيه مش بس اخلاق وهيك انتو كمان تعبتم من هالعمل وهيدا العمل ما بدون ما بدون الا الحق وما بدون الا الداية بشكركم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة